اصواري خمينية مدى عربا تبعات سياسية دولية ومحلية على الهجوم الصاروخي الاخير على سفرة الامريكية في بغداد البنتاجون وفي تصريحات خاصة بها العربية افاد بانه بعث برسائل لايران بشأن الهجوم على البعثة الدبلوماسية الامريكية واكد البنتاجون جاهزيته للرد على الفصائل المسلحة في العراق السفرة الامريكية في بغداد وصفت الاعتداء بانه محاولة الى تقويض امن العراق وسيادته وابعاده عن علاقاته الدولية على الصعيد المحلي توالت البيانات والتصريحات بين المسؤولين العراقيين حيث وصف رئيس الجمهورية برهم صالح عملية الاستهداف بالعملية الارهابية التي تهدف الى عرقلة الاستحقاقات الوطنية والدستورية بينما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الهجوم بالسعي لزعزعة الامن في البلاد من جانبه اعتبر زعيم ميليشيا العصائب ان استهداف السفارة محاولة لخلط الاوراق نافيا علاقة الفصائل المسلحة بالهجوم وهو موقف يختلف عن تصريحات الخزعلية السابقة منذ مطلع العام الجاري نفذت اكثر من عمليات استهداف على السفارة الامريكية منها بالطائرات المسيرة المفخخة واخرى بالصواريخ اشتركوا في القناة